وللحديث حول موجة الغبار ينضم إلينا عبر الهاتف متحدث الهلال الأحمر بالرياض عبدالله المريبض أهلا بك سيد عبدالله هل كان هناك حالات إسعافية قمتم بها ومتى يمكن الاستعانة بالطائرات العمودية الطبية لإسعاف الحالات الحارجة السلام عليكم ورحمة الله بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد علي أبوه والصلاة والتسليم طبعا الحمد لله يعني البلاغات كانت مستقرة لا يوجد أي ارتفاع في عدد البلاغات طبعا استقبلنا تقريبا ما يقارب 54 بلاغ في آخر سهتين كان منها سبع حالات فقط تنقصية وهي طبعا بشكل يومي هذه البلاغات يعني ما في ارتفاع في عدد البلاغات سيد عبد الله متى يمكن الاستعانة بالطائرات العمودية لإنقاذ الحالات الحارجة هل تقومون بذلك؟ طبعا الطيران أو السعاف الجوي هو الآن متوقف طبعا وإن شاء الله في طول إعادة تشغيله كذلك طبعا حطر السعاد الجوي لا يمكن أن يعمل فيه مثل هذه الأجواء يعني حطره كان متواجد نعم في حال كانت هناك حالة حرجة سيد عبد الله يعني على الطرق السريعة يعني على خارج مدينة الرياضة هل تقومون باسعافها وما هي الوسائل التي تتبعونها؟ طبعا ولله الحمد طبعا مراكزنا متمركزة ومتواجدة على كافة المناطق ومتقاربة طبعا عند الاستجابة للبلاغ طبعا حققنا أرقام قياسية في الوصول للبلاغات طبعا يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة وبعد ذلك نقل على المنشأة الصحية ما هي الخطوات التي يقوم بها الهلال الأحمر في مثل هذه العواصف الرملية سيد عبد الله؟ طبعا من بداية وصول الهيئة العامة للأرصاد تم طبعا بث الرسائل التواوية والتقيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كذلك عبر الصحف الإلكترونية بعد ذلك طبعا قام مدير عام فراء الهيئة منطقة الرياضة الدكتور راشد برفع حالة الاستعداد والأهبة لكافة المراكز الإسعافية لتلقي أي بلاغ وسرعة التوجه لها ما هي أوجه التعاون بينكم سيد عبد الله وبين القطاعات الأخرى؟ طبعا التعاون المتواجد بينه بين القطاعات الأخرى للقطاعات الصحية أو الخدمية كذلك طبعا إحنا استبشرنا خير أنه ما فيه زيادة في عدد البلاغات وهذا طبعا يرجع إلى الارسائل التواوية التي بدت عن طريق الهيئة وعن طريق القطاعات الصحية والخدمية والتعاون موجود بينه وبين الزملاء لخدمة البين والوطن نعم إذا كان معنا من الرياض متحدث الهلال الأحمر السيد عبد الله المريبض شكرا جزيلا لك